أعلن مجلس النواب الأمريكي تعيين النائب الجمهوري باتريك ميكهانري رئيساً مؤقتاً للمجلس وذلك خلفاً لكيفين مكارثي هذا وقرر المجلس تعليق جلساته حتى الأسبوع المقبل أعلن تبدأ أولى جلسات انتخاب رئيس جديد له يوم الأربعاء القدم وحل عزل كيفين مكارثي من رئاسة مجلس النواب الأمريكي مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن درامي جابري يطلعنا على المزيد في العرض التالي لأول مرة في التاريخ الأمريكي يعزل رئيس مجلس النواب من منصبه وكانت هذه المرة الأولى من نصيب كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب بين قوسين سابقاً والذي أوكل محله باتريك مكهنري النائب الجمهوري ورئيس لجنة الخدمات المالية والذي كان وكيلاً أيضاً للمجلس ليكون هو رئيس المجلس المؤقت ولن يكون من حق مكهنري أن يقوم بأي أو يمرر أي تشريعات أو يعقد أي جلسات للتصويت سيقتصد دوره فقط على تسهير أعمال المجلس وتحديداً الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي هذه العملية التي لا نعلم متى ستنطلق في الحقيقة ولكن تجري الآن اجتماعات كثيرة في الغرف المغلقة للإسراع ببدء هذه العملية عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي جتيجة أنه في غياب رئيس منتخب للمجلس فالمجلس متوقف تماماً وفي حالة شلل كامل الكونجرس بأكمله في حالة شلل كامل لن تمر أي قوانين بدون أن يكون هناك موافقة من مجلس النواب ويكون هناك رئيس لمجلس النواب ولذلك هناك الكثير من التشريعات التي تنتظر تشريعات تخص الميزانية الأمريكية أو التمويل الحكومي الجزئي الذي مر منذ أيام لابد أن يكون هناك رئيس للمجلس حتى يتم تمرير هذه التشريعات وإلا سيضع ذلك الكثير من الأمريكيين في مخاطرة أنهم ربما لن يتلقون رواتبهم على سبيل المثال هناك 2700 عسكري متقاعد لن يتلقون رواتبهم والذين كانت رواتبهم جزءاً من هذا التمويل الجزئي للحكومة شكراً لزميلة رامي قبر من واشنطن